تصعيد امني خطير شهدته مناطق متفرقة من العراق خلال ساعات القليلة الماضية تركزت في ديالا و كاركوك و اسفرت عن 14 شهيدا و جريحا من القوات الامنية حيث استهدف التعرض الاول تكنة عسكرية قرب ناحية قرهانجير اسفرت عن استشهاد اربعة جنود فيما كان الهجوم الثاني في تلال حمرين واستهدف عناصر من الحجد الشعبية خلال عملية عسكرية اطلقها الحجد من خمسة محاور و اسفر الهجوم عن استشهاد امر لواء مالك بن اشتر و اصابة تسعة اخرين وتأتي هذه التطورات الامنية بالتزامن مع اعتقال عشرات الارهابيين والمطلوبين في مناطق متفرقة من البلاد تحديات امنية داخلية يواجهها العراق وتهديدات خارجية بالاجتياح العسكري وخرق السيادة الوطنية للبلاد من الجارين الشمالي والشرقي تحت ذريعة وجود مسلحين معارضين لتركيا و ايران بحسب ما نقلته الخارجية الاميركية ولوح به الجنرال الايراني اسماعي القآني بالتزامن مع مشهد سياسي معقد وهو ما يجعل البلاد تحبس انفاسها بانتظار ارادة سياسية تنهي هذه التحديات الامنية سواء كانت خارجية او داخلية اشتركوا في القناة